موسيقى مشاهدين الكرام سلام الله عليكم وأهلا بكم في آخر طبعة يتجه المشهد الإقليمي نحو التعقيد أكثر بعد خرق مقاتلة روسية للأجواء التركية والتحذير التركي من تفعيل قواعد الاشتباك فهل يستدعي هذا الحادث العرضي وغير المقصود كما تؤكد روسيا هل يستدعي هذه الضجة التي أثرتها تركيا والنيتو والإدارة الأمريكية أما أن واشنطن لم تعد تحتمل تغيير موسكو لقواعد اللعبة التي رسمتها منذ عام 2011 وما قبل ذلك وهل يوجد استعداد تركي أمريكي لمواجهة مترامية الأطراف مع روسيا وما هو موقف الأردن من كل ما يجري لماذا اختار الحياد في موقفه حيال المشاركة الروسية لإجابة على هذه الأسئلة وغيرها مشاهدين الكرام ينضم إلينا من العاصمة الأردنية عمان السيد محمد أحمد الروسان عضو المكتب السياسي للحركة الشعبية الأردنية سيد محمد أهلا بك صباح النور تطورات متسارعة شهدتها المنطقة منذ التدخل أو المشاركة الروسية خاصة بعض خرق مقاتلة روسية للأجواء التركية وما يقال عن مضايقة لمقاتلات تركية أيضا هل ستتطور الأمور أكثر برأيك نحو الأسوأ؟ بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحل العقدة من لساني يبقه قولي صدق الله العظيم الرحمة لشهداء في فلسطين المحتلة وللشهداء التي قامت اليوم بعملية بطولية قبل قليل قبل نصف ساعة وطعنت جنديا صهيونيا أو مستوطنا لا ضير في ذلك الرحمة لشهداء الجيش العرب السوري الرحمة لشهداء جيوشنا العربية في الأردن في مصر في كل مكان الرحمة لمن قتل مظلوما في كل الساحات العربية الضعيفة والقوية والرحمة لشهداء الشعب اليمني في الداخل اليمني نتيجة هذا العدوان العربي على اليمن أعتقد أن الوجود الروسي نتحدث عن الوجود الروسي في الداخل السوري هو جاء ليملأ فراغا ناتجا عن فشل السياسات الأمريكية على كامل جغرافيا السورية على كامل الجغرافيا السورية وعبثها بالجغرافيا السورية تؤدي هذا الكيان تؤدي هذا الكيان الصغيوني السكن المرتزقة المصنوعة من شتات يهود العالم دورا حيويا بما يتعلق بخرق الطائرات الروسية التي جاءت هذا التدخل العسكر الروسي نتيجة طلب رسمي من الدولة الوطنية السورية ويتفق ويتلاءم مع المشروعية الوطنية السورية والمشروعية المنطقية المشروعية المنطقية فكان بإذن سوري وطلب من الرئيس الشرعي والحكومة الشرعية في سوريا هذا الخرق الروسي جاء من طائرة ستوخوي الثلاثين أنا لست عسكريا لكنني أقرأ وطائرة ستوخوي الثلاثين الروسية تحمل صواريخ جو جو هي معدة أطلا لعملية المواجهة الجوية كان هذا الخرق باعتقاد رسالة سياسية من روسية إلى تركيا أكثر منه رسالة عسكرية بمعنى أننا نحن مستعدين لكل شيء الطائرات القاتبات الأخرى ستوخوي 24 ستوخوي 25 عسكرين يعرفون ذلك هي تقصف الأهداف الأرضية صواريخ جو أرض لكن هذه الطائرة ستوخوي 30 صواريخ محددة صواريخ نوعية ذات قيمة عالية جدا هي معدة للمواجهة الجوية الجوية كانت رسالة سياتية أكبر منها الرسالة الرسالة السياتية وعسكرية أيضا لتركيا والنيتو لتركيا والنيتو لاحظ أنت أن الذي يتولى إدارة الرد على الروسية الآن ليست إدارة تركيا نتيجة الخرق الروسي الخرق الروسي الذي قدمت روسيا لم تعترف قالت قدمت إضاحات نتيجة ستوء الحالة الجوية لكن باعتقادي هذا الخرق جاء من طائر سيخوي 30 لسالة سياتية عسكرية إلى النيتو إلى تركيا فتولى النيتو إدارة الرد على الروسية ولم يترك المجال لتركيا ما فحوى هذه الرسالة سيد محمد برأيك ما فحوى هذه الرسالة هل هو متعلق مثلا بمحاولة تركيا إقامة منطقة عازلة في الشمال السوري هل تريد أن تقول روسيا لتركيا بأن هذه المنطقة لا يمكن أن تنشأ تحت أي ذريعة أو تحت أي سبب كان هذا من جانب نعم من جانب من جانب آخر أن الروس فرضوا حظر جوي في الشمال السوري تحت الأمر الواطع الطائرات الروسية موجودة لم نعد نرى طائرات تركية تعربدوا في السماء السورية كما كان يحدث في السابق عندما يتم يصار إلى دعم الجماعات الإرهابية في الداخل السوري في الشمال السوري في الشمال السوري المنتهك سيادته من قبل الأتراك كانت تتدخل الطائرات لتدعم أدواتها الإرهابية كلابها الإفرنجية في الداخل السوري لكن الآن الروس موجودون في الجو فرضوا منطقة حظر جوي أمر واقع لا طائرات تعربد تركية في الشمال السوري هذه الرسالة أيضا لا منطقة آمنة لا منطقة عازلة والأمريكان أنفسهم لا يريدون ذلك لأنهم ينظرون إلى أي مدى ممكن أن تتعمق روسيا في الداخل السوري لكن بعد أن تم فر هذا الدمل وكان هذا الوجود العسكر الروسي المتأتي لملء فراغ نتيجة فشل السياسات الأمريكية في الداخل السوري وأصبحت هذا الكيان الصهيوني إسرائيل بين قوتين تؤدي دورا محوريا جاء التدخل الروسي لحماية الأمن القوم الروسي حيث الجماعات الإرهابية في الداخل السوري هذه الجماعات ستعود في النهاية إلى الروسية وتريد الولايات المتحدة أن تمارس استراتيجية الاستدارة عبر هذه الجماعات بعد إعادة هيكلتها لألعبت بهياكل الأمن القومي الروسي الصيني الإيراني وفي جل آسيا لتمزيق أحشاء موسكو من الداخل فجاء الروس بطلب شرعي واضح من قبل الرئاسة التورية ثم جاء الروس أيضا لكي لا يجعل الأطلط حديقة خلفية للناتو بالرغم أن الروس يعلمون أن عملية السيطرة على البحر المتوسط على البحر المتوسط صعبة جدا لوجود قوات فرنسية إيطالية بريطانية أوروبية مختلفة أمام السواحل اللبنانية والتي جاءت بقرارات دولية وبالتالي ليس من مصلحة الولايات المتحدة الأمريكية كما تحدثت أن تغير روسيا قواعد اللعبة في منطقة الشرق الأوسط بما تقوم به من خلال المشاركة العسكرية في سوريا وبالتالي هل من الممكن أن يتطور الأمر ما بين روسيا والإدارة الأمريكية وحلف الناتو إلى مواجهة مباشرة ربما لن يخوض الناتو حربا من أجل عيون أوردوغان لن يخوض الناتو حربا من أجل عيون أوردوغان الأمور ستحدث الأمريكان والروس على تفعيل عملية الاتصاد المباشر وتنسيق الضربات أيضا الأتراك عرضوا على الملحق العسكر الروسي في السفارة الروسية في تركيا إنشاء غربة للتنسيق حتى لا نعود إلى هذه المسألة لكن الروس حققوا هدفهم بأن أرسلوا الرسائل السياسية والرسائل العسكرية لتركيا من ورائها الناتو وللأمريكان والأمريكان يعرفون مدى فعالية الفعل العسكر الروسي في كل الجغرافيا السورية انظر حتى الأمريكان انظر أمس قام نائب رئيس أركان الجيش الروسي بالزيارة إلى تل أبيب ومعه وابد استخباري وخبراء روس فنيين علنا هذه الزيارة جاءهم ليس كما يقول الإعلام الإسرائيلي وإعلام الزيت والغاز والبترول اللي عندنا والمتلطي مع الأمريكي أنه جاء من أجل التنسيق الروسي الإسرائيلي في الداخل السوري لا جاء الروس ليعلموا إسرائيل أننا المرحلة القادمة سيتم فتح معركة درعة وسيتم قصب الجماعات الإرهابية التي تدعمها لذلك عليكم أن تأخذوا احتياطاتكم على هذا المثلث المشترك الأراضي الفلسطينية المحتلة بين قوسين إسرائيل لبنان الأردن هذه الجماعات نتيجة قصبها أين ستذهب؟ ستذهب باتجاه الأردن باتجاه فلسطين المحتلة بين قوسين إسرائيل باتجاه لبنان عليكم أن تفكوا اتزاماتكم نحن أخبرناكم هذا هو فحوة زيارة نائب رئيس أركان الجيش الروسي إلى الكيان الصهيوني هذه الثكن المرتدقة المطنوعة من شتات يهود العالم طيب سنتوقف الآن سيد محمد أحمد الروسان مع عنوين بعض الصحف العربية ومن ثم نعود لاستكمال هذا الحوار أهلا بكم من عمان نبدأ جولتنا على أبرز ما جاء في عنوين بعض الصحف العربية حيث عنوانت صحيفة الوطن اليمن بحاح ينجو من تفجير وخمسة عشر قتيلا بينهم جنود من التحالف وداعش يتبنى تركيا تتحدث عن مضايقات جوية جديدة والنيتو يتولى تصعيد الضربات الروسية السورية تقضي على مئات الإرهابيين وفي عنوينها الاحتلال يقمع جنازة الطفل الشهيد ويعتدي على تواقم الهلال الأحمر وننتقل إلى صحيفة الصباح الجديد العراقية الأعباد يؤكد وجود مصالح مشتركة مع روسيا تجعله يوافق على تدخلها لضرب داعش عد عملية الإصلاحات طويلة ومضنية ونقرأ استعدادات عسكرية واسعة لتحرير ما بقي من مناطق شمالي صلاح الدين انسحاب قادة عرب الجنسية في تنظيم داعش من قضاء الشرقات وإلى الأردن مع صحيفة الدستور مباحثات عسكرية روسية إسرائيلية بشأن سوريا الأطلسي موسكو نشرت قوات برية وسفن بحرية الاحتلال يفجر ثلاثة منازل ويغلق رابعا في القدس مئات جريح خلال مواجهات في المدن الفلسطينية وإلى سوريا مع صحيفة الوطن حيث جاء في عنوانها الأول موسكو التسوية السياسية هي الهدف النهائي ونتعرض لحملة تشويه النيتو حشود روسيا العسكرية لا تقتصر على الطيران وتركيا تحذر موسكو من خسارة صداقتها سلاح الجو السوري يقتل مئة وثمانين إرهابيا في حلب العمليات السورية الروسية المشتركة متواصلة والجيش يباغت مسلحي لقنيترا ونقرأ في عنوان هذه الصحيفة السورية موسكو تنفي إرسال مقاتلها إلى سوريا وستدرس توسيع عملياتها نحو العرق أما في صحيفة النهار الكويتية فنقرأ الخالد مستعدون للحوار مع إيران وفق المبادئ الأساسية لمثاق الأمم المتحدة والالتزام بحسن الجوار وعدم التدخل في الشؤون الداخلية المنطقة تمر بتحديات جسيمة وإي تصعيد سيزيد الأمور تعقيدا نجات بحاح وحكومته من هجوم صاروخي في عدن وإلى لبنان مع صحيفة البناء حيث جاء في عنوانها الأول تنصيق روسي أمريكي يقر بضم النصرة إلى الحرب على داعش فلسطين تدخل انتفاضتها لليوم الخامس والاحتلال إلى تصعيد الحوار يمهد لتسوية روكوز والنفايات تتعقد والحراك ذبيان رام الله لحماية دولية للفلسطينيين منظمة التحرير تدعو لتوحيد الصفوف ونبذ الخلافات ونقرأ مقتل سبعة في تفجير انتحاري استهدف جامعا في صنعاء والختام من تونس مع صحيفة الشروق دفاع بالعيد يتهم قادة تحقيق متواطئ ووزير العدل يتنصل بسمة بالعيد كان على بن غربية مدى القضاء بالأدلة اليوم رئيس أركان الجيش النبي في تونس ضرب الدواعش والشيك بهذا العنوان نصل إلى الختام ولنعود إلى متابعة آخر طبعة سيد محمد كما تبعنا في عنوين بعض الصحف موسكو قد توسع عملياتها نحو العراق بالطبع إذا كان هناك طلب رسمي عراقي وهذا يعد محاولة لسحب البساط من تحت الأمريكان في المنطقة بشكل عام هل سترضى الإدارة الأمريكية بهذه الخسارة أم أنها ستعمد ربما في حال لم يكن هناك احتكاك أو مواجهة مباشرة مع الروس إلى إغراق الروس في المستنقع العراقي والمستنقع السوري كما حصل في أفغانستان لا يا سيد أولا نقوم بشكل عام روسيا لن تتدخل بريا هي حجدة قوات برية يعني من العربة كراسو خافور إلى معدات أخرى لتسند الجيش العرب السوري ولن تتدخل قوات قوات روسية إلى الداخل السوري لأن الروسية ستتولى جو البحر بينما الأرض يتولىها الجيش العرب السوري العقائدي قوات الحماية الكردية حزب الله المقاومات الشعبية والحجد الشعبي في العراق الذي يتولىها الآن في حال أنه تقدمت بغداد وطلبت من روسية التدخل سيتولى الحجد الشعبي العمل البري في الميدان الأمريكان قالوا لبغداد لا منع لدينا من تبادل المعلومات الاستخباراتية مع الروس ومع الغرفة المشتركة الإيرانية الروسية السورية في الداخل العراقي ومقرها وزارة الدفاع العراقية ويتولاها الملعق العسكري الإيراني مصطفى مراديان على ما أعتقد الملعق العسكري الإيراني في الداخل العراقي الآن إذا تقدمت بغداد وطلبت وكان وفد عراقي موجود في موسكو وطلب أسلحة نوعية ممكن أن يتم تقديم الطلب سيتم منع منع أي تواصل جغرافي ما بين بطن داعش باعتبار أن داعش ثعبان الروس ينظرون له على أنه ثعبان يجب ضرب رأسه ورأسه في الرقة في الداخل السوري وبطنه وذيله في الموطل أثناء ضرب داعش في العراق أيضا سيتم منع داعش من ميزة التواصل الجغرافي في العراق إلى سوريا فالولايات المتحدة الأمريكية تعترض هنا لأنها لا تقاتل داعش وإنما تراقض داعش في مجتمع تحالفها المخملي الضربات الروسية كشفت مراقضة الأمريكان لداعش لمقاتلته كشفت زيف كوميديا كوميديا الأمريكية في ضرب داعش كشفت استراتيجية أمريكا وتحالفها غير المشروع خارج قرارات الشرعية الدولية ولم يكن بطلب سوري ولم يكن بطلب سوري في أنها تريد تقطيع أظافره لقتله ليبقى قوة ليستنزف الدولة الوطنية السورية والجيش العرب السوري والمجتمع السوري طيب إذا كان محاولة أمريكا أو الحديث عن المحاولات الأمريكية لضرب داعش هو مجرد مسرحية من خلال إقامة التحالف الذي تديره الإدارة الأمريكية لماذا تتمسك الحكومة العراقية حتى الآن بالضربات التي تقوم بها قوات التحالف لداعش في العراق تحديدا أنا أعتقد أن هناك داخل الحكومة العراقية تيار متقاطع مع الأمريكان وأنا تابعت قبل أسبوعين حلقة لموفق الربيعي وقد أحسست وشعرت أن هناك نفسا أمريكيا في كلامه على قناتكم وعلى قناتكم أنه يعني بدهم وما بدهم وأن الأمريكان يريدون إفشال غرفة العمليات المشتركة عبر أدواتها في الداخل العراقي ما احترامي لهم ما احترامي له ولغيره ولغيره هناك أدوات للأمريكان حديد داخل الحكومة العراقية في الداخل العراقي يريدون عبر هؤلاء إفشال غرفة العمليات المشتركة وإفشال أي طلب عراقي من الروس ليقوموا بدورهم الروس جاءوا وانظر لماذا هذا الاحتراض البعض العربي الاحتراض الغربي الأمريكي على الفعل العسكر الروسي في داخل سوريا لنتيجة فعالية الضربات العسكرية الروسية في داخل سوريا فأصبحت مفاعلها على الأرض متعددة الدواعش مرتبكون يرحلون عائلاتهم إلى العراق يحاولون الغروب هنا أصبحوا على بعض الحدود الأردنية العراقية والحدود المشتركة العراقية الأردنية السعودية هم لا يريدون مقاتلة داعش يريدون استقدام وهيكلة انتم ماذا قال ديفيد بيترايوس ديفيد بيترايوس قبل الفعل العسكر الروسي قال بسويعاد وديفيد بيترايوس رئيس الاستقبارات السابق الأمريكي الذي خرج نتيجة فضيحة جنسية مع صديقته وكان قائدا لقوات الأمريكية في أفغانستان وفي العراق قال أن التحالف أن التحالف مع القاعدة ومشتقاتها خيار طبيعي جدا لنواة الجيوش الأمريكية تنظر إلى القاعدة ومشتقاتها خيار طبيعي جدا نتحالف معها لضرب روسية ولضرب الصين كون روسية تشكل تهديدا مباشرا للأمن القومي الأمريكي خاصة مع وجود الجنرال الجديد لرئازة أركام الجيوش الأمريكية جون داربارد أو المقاتل جون الذي كان قائدا أيضا للقوات الأمريكية في أفغانستان المحتلة ويذق به أوباما كونه أقنعه في مرحلة سابقة على إبقاء أكثر من حصة آلاف جندي أمريكي في أفغانستان أمريكا لا تريد ترك أفغانستان هي أيضا احتلت أفغانستان لقطع طريق الحرير الذي يربط بين الصين وروسيا وإيران والعراق وسوريا احتلوا أفغانستان لقطع ذلك ثم احتلوا العراق والآن يريدون روسيا ردونة روسيا روسيا موجودة في المنطقة لحماية أمنها القومي لحماية نفوذها في البحر الأبيض المتوسط لاستمرار خطوط طريق الحرير ما بين الصين وما بين إيران والعراق وربعا روسيا وسوريا روسيا شعرت أن التهديد الاقتصادي لها والقتل الاقتصادي لمشاريعها الحيوية نط وغاز يأتي من المشروع الخليجي الأوروبي الأمريكي الذي خطوط الغاز تصل إلى التحل المتوسط ثم عبر تركيا إلى أوروبا لتتحول تركيا إلى دورة ترانزيث سريع جدا لذلك جاءوا هم أيضا أن الروس إذا خرجوا من المعادلة البحرية العسكرية من المتوسط سيخرجون إلى الأبد الحصول الروسي أن يقوم مدبات شاسعة عفوا للمقاطع ولكن هذه المشاركة الروسية أو التدخل الروسي برأيك ألن يعزز التقسيم في داخل سوريا كما تتحدث أطراف من المعارضة السورية التي تقول بأن روسيا دخلت للمحافظة على حزام معين الآن هو تحت سيطرة النظام السوري لا أكثر ولا أقل لا يا سيدي لا يا سيدي هذا إعلام الغاز والزيت ومرتبط به من العرب هم يريدون الآن التلاحظ حملة إعلامية بروبوغاندية على الدور الروسي العسكري في سوريا تشويه قالوا عنها حرب دينية باعتبار أن الروس متحالفون مع الشيعة ضد السنة يا سلام كيف حرب دينية حرب مقدسة الجماعة الإخوان المسلمين في الداخل السوري أعلنت الجيات ضد الروسي ظروف اليوم غير ظروف السابق والوضع مختلف والروس لن يدخلوا بقوات برية روسية لا في العراق ولا في سوريا ليس بحاجة الجيش العرب السوري موجود الحزب الله موجود المقاومات الشعبوية السورية موجودة قوات الحماية الكردية موجودة حتى الأمريكان يدعمون قوات الحماية الكردية باعتقادهم أنها الجهة الوحيدة التي تحارب داعش في حين أن أردوغان يتهم الأمريكان بالتحالف مع قوات الحماية الكردية التي تتحالف مع بيكيكا والذي يعتبر منظمة إرهابية كما تعتبرها تركيا ويعتبره الأمريكان لذلك لا تقسيم السورية حتى أنظر المبادرة الإيرانية التي قدمت قبل الفعل العسكر الروسي بالداخل السوري والتي تحدثت عن دستور الطواهب عند دستور بنتمياء جيداعة لبنان تم رفض السوري تم رفض السوري لهذه المبادرة وقتلها في بداياتها لأن خيار الدولة الوطنية السورية سورية للجميع دولة المدنية للجميع للكردي للعلوي للتن إلى آخره قالوا أن الجيش العرب السوري جيش طائفي لا 98% من الجيش السوري يشكلون في الدروس والسنة والمسيحيين العلويين كم يشكلون من الجيش السوري بعدها قالوا أن الوجود الروسي في الداخل السوري احتلال الجيش الروسي والقوات العسكرية الروسية موجودة بجرة قلم وتغادر بجرة قلم من الرئيس والدولة الوطنية السورية الوجود الروسي ليس وجود احتلالي في الداخل السوري. هو لإسناد الجيش العرب السوري. وعلى الأمريكان إذا أرادوا محاربة دواعشهم دواعش المامة الأمريكية. عليهم أن ينستقوا مع الجيش العرب السوري. طيب سنتوقف الآن مع فاصل قصير لكن بعض الفاصل بالطبع سنتحدث عن موقف الأردني. الذي يبدو أنه ضبابي حتى الآن من المشاركة الروسية في داخل سوريا. مشاهدين الكرام فاصل. ونواصل أبقوا معنا. من جديد أرحب بكم مشاهدين الكرام. وأجدد الترحيبة أيضا بالسيد محمد أحمد الرسان. عضو المكتب السياسي للحركة الشعبية الأردنية. والذي رفقنا في هذه الحلقة من العاصمة الأردنية عمان. لكن قبل استكمال هذا الحوار نتوقف مع فقرة الحدث لهذا اليوم. الحياة. أمريكا تنصح العباد برفض الغارات الأمريكية. علمت الصحيفة من مصادر عراقية أن الولايات المتحدة نصحت الحكومة بعدم الموافقة على طلب روسيا شن غارات جوية داخل العراق. لأنها تؤثر في فاعلية التحالف الدولي. فيما يزور وفد عسكري عراقي موسكو للبحث في تفاصيل التعاون والتنسيق بين أطراف التحالف الربعي الجديد. وأبلغ مصدر مقرب من الحكومة الصحيفة أمس أن الولايات المتحدة أوصلت رسائل عدة إلى رئيس الوزراء حيدر العبادي تنصحه بعدم الموافقة على تنفيذ غارات جوية روسية داخل العراق. لأنها ستؤثر في الغارات التي يشنها التحالف الدولي. وأضاف أن عسكريين أمريكيين أوضحوا فنيا صعوبة تنفيذ التحالف غارات متزامنة مع الغارات الروسية خصوصا في غياب التنسيق بين الطرفين. ولفت المصدر نفسه إلى أن العسكريين الأمريكيين الموجودين في مركز التنسيق الأمني في بغداد أكدوا أن غارات التحالف ستستمر في حال تنفيذ غارات روسية ولكن لن تكون بالفعالية ذاتها وسيقل عددها. وزاد أن التحالف الدولية الأمريكية نفذ أكثر من أربعة آلاف غارة في العراق منذ تشكيله في أبغسطس العام الماضي. وأكد المصدر المقرب من الحكومة وجود وفد عسكري روسي في موسكو منذ أيام للبحث في التحالف الجديد. وأشار إلى أن روسيا أبلغت إلى أطراف التحالف إمكان توسيعه ليشمل الأردن ومصر. الأخبار اللبنانية هل يعود أكراد سوريا إلى كنف الدولة؟ علمت الصحيفة أن وفدا كرديا رفيع المستوى زار دمشق للتباحث في المشاركة في عمليات برية مشتركة مع الجيش السوري بغطاء جوي روسي. المصادر أكدت أن المداولات بين ممثلين عن الجيش ووحدات حماية الشعب التي يطلع عليها الروس تهدف إلى أشراك الأكراد في العمليات شرق البلاد. معلومات الصحيفة تفيد بأن الاتفاق قطع شوطا كبيرا وتوجب اتفاق مبدئي لتعاون عسكري. ورغم تسريب أن هذا التعاون يستهدف الحدود السورية العراقية خصوصا في مدينتي الهول والشداد. وقد يمتد ليشمل مناطق أخرى فأن مصادر مواكبة أكدت أن مسلح العمليات لم يكن على جدول الأعمال. وأكدت المصادر أن وفدا كرديا يزر اللاذقية لمناقشة الضباط الروس شكل التعاون. وعلمت الصحيفة أن الروس بالتنسيق مع دولة السورية يدفعون نحو تشكيل لجنة مشتركة من أطراف الثلاثة تحدد مسلح العمليات والأولويات في مناطق الوجود المشترك. سيد محمد في الحقيقة ما ذكرته صحيفة الحياة حول نصيحة أمريكية للحكومة العراقية برفض الغرات الروسية مهم. وربما يضع الحكومة العراقية في موقف محرج. خاصة بعد طلب الحشد الشعبي من روسيا المشاركة في هذه الغرات على الأقل فيما يتعلق بالغطاء الجوي. ما هي الخيارات المتاحة أمام الحكومة العراقية برأيك في ظل الرفض الأمريكي للمشاركة الروسية والضغط من قبل الحشد الشعبي؟ إذا رفضت الحكومة العراقية حكومة العبادي ورضخت للمطالب الأمريكية. هذا يؤكد حقيقة ما أثرته قبل قليل وقبل الفاصل. وقلت لك أن هناك فئات وأدوات في داخل هذه الحكومة. هذه الحكومة تريد عرقلة غروب العمليات المشتركة. تكون الولايات المتحدة قد وفرت الحماية الكاملة لدواعشها دواعشها في الداخل السوري. لأن ضرب داعش في العراق سيمنع هذا التنظيم هذا التنظيم من التواصل الجغرافي بين العراقي وبين سوريا. الآن بدأت الضربات الروسية في الرقة. طيب تخيل. ضرب في الرقة. ضرب على طول هذه المعابر. ضرب على الحدود. العراقية السورية. ضرب في موصل. ضرب هنا. ضرب هناك. يشتت ويربك داعش. أمريكا لا تريد إنها داعش. تريد إبقاه قوة. ليستنزل سوريا. ليستنزل في العراق. ثم لاحقا توجيهه نحو الأردن. وتوجيهه نحو ربنان من جديد. لأن أمريكا أدارت وصنعت بلبلة استراتيجية في المنطقة. وبرمجت استراتيجية البلبلة. فأنتجت لنا داعش كنتاج. كنتاج للبلبلة الأيدولوجية. واستثمرت في الإرهاب. واستثمرت بفكر ابن تيمية. واستثمرت في الوخابية السياسية والوخابية العسكرية. تريد لا تريد إنهاء هذه الأدوات. كلابها الإفرنجية أو أدوات الإفرنجية. من دواعش قاعدة نطرة. يعني أنا بدي أحكي لك. الروس ينظرون إلى داعش. كما قلت. أفعى يجب ضربه. ثعبان يجب ضربه على رأته. على رأته. ضربه على رأته. ورأسه يعلم الجميعين. رأته في العراق. وفي سوريا. وبطنه في العراق. وفي سوريا. أما باقي المشتقات الأخرى. هي عبارة عن ظواهر في الكلورية. من نصرة. من أحرار الشام. حتى أحرار الشام. أحرار الشام. انظر لما قتل. أعلن وفاة محمد عمر. قائد طالبان. من الذي نعى محمد عمر؟ القاعدة رفضت أن تنعي محمد عمر. لأنها. القاعدة في سوريا. لأنها تعتبر أن محمد عمر وطالبان تيارها السياسي. انخرط بالمشروع الوطني الأفغاني. وبالتحالف مع الرئيس. بينما من الذي نعى التيار البراقماتي في حركة أحرار الشام. وليس التيار المتطرف. فحركة أحرار الشام الآن بتيارها البراقماتي. الذي نعى محمد عمر. الملأ عمر. هي عبارة عن طالبان سوريا. طالبان سوريا. أمريكا تقول تدربوا أنتم مواقع الجيش الحر. أي جيش حر؟ جيش ضربي جيش حر. لم يطلع حر ولا كر. أين هو الجيش الحر؟ قالوا الروس. دلونا يا أمريكان على الجيش الحر. أين الجيش الحر؟ لكي يوضع على الطاولة ونتفاوض معه. أين هو؟ هناك. الإرهاب واضح. ليس إرهاب معتدل وإرهاب متطرف. الإرهاب هو إرهاب. كل من يحمل افتلاع. ضد الدولة الفوطنية السورية هو إرهابي ويجب قتله. ويجب قتله. طيب. هناك من يقول بأنه الأردن الآن تحاول أن تقف على الحياد. كما وقفت على الحياد في الأزمة السورية إلى الآن. بل رغم من أنه في الفترة الأخيرة لم تعد تقف على الحياد في هذه الأزمة. لماذا الموقف ضبابي ليس واضح كما هو الموقف المصري مثلا أقول لك انظر الأردن الأردن كساحة سياسية انشئت هي قوية وضعيفة انشئت بين الضعيفة والقوية ونحن دولة ولقال يقول لك أن أي تطور اتجاه سياسي أردنية قرار أمريكي ورجع عنه بقرارهم لا ليس بهذا المعنى أقول لك أنا قبل شهر وقبل زيارة الملك إلى موسكو كتبت قراءة سياسية استقبارية قلت الملك إلى موسكو لترتيب استاتيكو سياسي سوري وليس لإنتاج 14 أذار سوري مشابه لل14 أذار الموجود عندكو بلبنان جميل وقلنا أن الأردني يسعى إلى نصف استدارة لا أقول استدارة كاملة بالموضوع السوري بمساعدة الروسي والروس يعلمون أن الخطر على سوريا خاصة بعد أن تم إعلان فشل ما سميت بعاصبة الجنوب السوري على غرار العاصفة البهية السعودية على اليمن العربي الشقيق الذي يقتل ويذبع ومنعه سنسبيل أبو أنا أكمل أكمل جميل تم إعلان فشل عاصبة الجنوب السوري خمس مرات صحيح طلابة الجيش العرب السوري قوات الحرس الثوري الإيراني حزب الله المقاومة الشعبية لكن أيضا عمان قدمت معلومات قيمة جدا استخبارية للجيش العرب السوري والمخابرات السورية والمخابرات الجوية السورية تعلم حقيقة ترك المعلومات وأن عمان في اتجاهة نحو نصف استدارة مع سوريا بمساعدة الروسي الأردن مع الضربات تحت الطاولة أقول لك نواة الدولة من تحت الطاولة مكيفة على طق الدواعش في الداخل السوري وطق المجموعات الإرغابية فكك من الموقف الرسمي والحكومي ووكالة الأنباء إلى آخره هذا كله تحت الطاولة ما إلي به أنا أبحث ما تحت الطاولة وأعرف الشعب لماذا يجب أن يكون تحت الطاولة سيد محمد لماذا يجب أن يكون في موقفين موقف تحت الطاولة وموقف فوق الطاولة ما الذي تخشاه الحكومة الأردنية هل تخشى من الدول الخلجية من السعودية مثلا شوف للسعوديين إحنا لو خمير هم مصاري والله وتحالفنا وقلو لك الآن بي سفير سعودي برتبة أمير لميزة العلاقات إحنا ماذا تخلقوا علينا عارفين للسعودية يا عمي ماشي دعمتنا وكثر الله خيرها على مدار سنين لكن أن أرهم الموقف السياسي الأردني لموقف الرياض لا حتى الأردن الأردن إعلاميا داعم التحالف العدوان تحالف العدوان العربي على اليمن لكن لا يشارك لا بقوات ولا بأي شيء ولا حتى بمعلومات ولا حتى بمعلومات كيف يشارك وهو الذي رعى الاتفاق في اليمن وأن الحرب الأهلية اليمنية الحرب الأهلية اليمنية السعوديين لهم موقفهم. لن تباين من السعودية. تباين في الموضوع السوري. الآن الأردن جمد الموق. وفي طريقه إلى إلغاء الموق. وأنا أعتقد ولدي لا أقول معلومة. وإنما تحليل يصل درجة المعلومة. قريبا رئيس المخابرات الأردني في الداخل السوري. بزيارة سرية أو معلنة. لترتيب العلاقات الأردنية السورية. وهذا ما نريده. وذلك في كلامي أن صباح يوم العيد. رئيس هيئة الأركان المشتركة. مشعل الزبن. يوجه تغنئة إلى وزير الدفاع السوري. وإلى رئيس هيئة الأركان السورية. هذا كان موقف لافق. صحيح. العربي. هذا مؤشر. وأنا كتبت تحليلي قبل شهر ونفق. أحدهم قال لي أنني أحلم وأبني قصورا فيها. لا يا أخي. لماذا السوريين ناجحون بعملهم؟ لأنهم يقرؤون استطلاع جيد. استخبار جيد. قراءة جيدة ينجحون. على المستوى الفردي. كون عندها قراءة جيدة. استطلاع جيد. قراءة جيدة. رفض من خطوط بالمشهد. تخرج بأحيانا لم تحصل على معلومة. تصل تحليل درجة معلومة 99%. لذلك نريد تنسيق جيش عربي أردني. مع جيش عربي سوري. مخابرات أردنية. مع مخابرات سورية. يكفي. الآن. تتوقع أن يدخل الأردن مثلا في التحالف. أين تيذعب هؤلاء الإرهابيون؟. تتوقع أن يدخل الأردن مثلا في التحالف الرباعي الذي تقوده الروسيا حاليا. ربما أيضا مصر كما ذكرت صحيفة الحياة. انظر. انظر. حتى لو لم يعل الأردن أنه وجده من التحالف الرباعي. الأردن لم يدعى إلى غرفة التنسيق المشترك الروسية الإيرانية العراقية في العراق. والأردن ليس غاضب. لأن التنسيق الروسي الأردني عميق جدا. استخباري. مخابراتي. سياسي دبلماسي. عندما عاد الملك من موسكو. ماذا قال؟ بعد أسبوع. قال زيارتي إلى الروسية ممتازة. ورائعة جدا. واتفغمنا مع الروس بالمعنى الاستخباري والسياسي. يعني الذي لا أقول لك الذي لم يقوله الملك. هو قال كلام عام. لكن أنا أقرأ بين كلام الملك. بين ثنايا كلامه وإنحناياته. ماذا قال؟ قال كل شي تأتمه. وحتى أن في طريق العودة والتنسيق مع روسي ومع سورية. مع سورية. نرجو ذلك. الروس. السوريون عتبانون على الأردن. نعم. نحن تورطنا بالحدث السوري. نرجو الضغوط. نعم. نحن أسأنا للسورية. نعم. هذولا الإرهابيين السبلة. زبالة الإرهاب. اللي بدرعا. مننا النزو يا أردن. من المريخ. من المشتري. من الظهرة. أوكي. الحدود ثلاثمئة وخمسة سبعين. طيب. جيشنا ينتشر. ونحاول من يدخل البعض. لكن ألم يدخل بمرحل ما؟ قدمنا فسيلة استثيلات لإدخال زبالة الإرهابيين الذين سيعودون إلينا الآن. إن بدحت معركة درعا. هنا الخطورة. وهذا الخوف الذي تتحدث عنه بعض وسائل الإعلام. سيد محمد. هناك من يقول بأنه بعض الضربات الجوية الروسية. حقيقة أعداد كبيرة من الإرهابيين بدأت بالدخول إلى الأردن. هل من احترازات معينة. من إجراءات معينة. اتخذت لمنع دخولهم إلى الأردن مثلا؟ نعم. نحن في حال الطوارئ لكن غير معلنة. حال الطوارئ. الجيش أعلنها. المخابرات أعلنها. الشرطة أعلنها. أنا من أقليم الشمالي. من شمال الأردن. في قرية في ثمن روثان. أي أم الأمية. بتعرف. والله الزيت والأويل منتشر بكل مكان. بس يحتاج إلى شرارة. هؤلاء زباة الإرهابيون عائدون إلينا. عائدون إلينا. يريدون فوضى بالأردن. بل بل بالأردن. ليكون مخرجات للموضوع الفلسطيني. يجب نحن أن نستقل. ماشي. علاقتنا مع سعودية ممتازة. بدعمونا كطر الله خيرهم. لكن أن نرهم القرار السياسي الأردني. لقرار الرياض. لا يا با. لا حبيبي. لا بيعيش شعبه ويهود. بناس. تموت الناس. تذبح. تذبح الناس. لا. لكن ومع ذلك. ثقتنا بجيشنا عظيمة. ثقتنا بمجتمع مخابراتنا عظيمة. تجد حقيقة بعض الأطراف المتأمركة تحاول هنا. لعبة هنا. لعبة هناك. إلى أخير. حتى أنظر. يعني أنا أقول لك صراحة مشروع قانون الانتخاب بالأخير. قدم قبل التفاهم الروسي. بدأقول الأمريكي نوعا ما. في تجاه سوريا. الآن يتم سحبه من برلمان. وقد لا يقرب الصيغة التي قدمته الحكومة. ورغم أن الحكومة قدمة الصيغة ممتازة. ممتازة. وإن أعاد الصوت الواحد بطريقة أخرى. لكنها أفضل من قانون الصوت الواحد. طيب. اسمح لي سيد محمد أن أتوقف الآن مع فقرة إقراء تركيا. بالطبع. يعني الموضوع التركي أو الصحف التركية بشكل عام تركز الآن على مجريات الأحداث وعلى المشاركة الروسية. وموقف رجب طيب أردغان من هذا الموضوع. خاصة بعد ما حصل في الأجواء التركية. إذن مع إقراء تركيا الآن. مليات الرقص مع الروس. في الأيام الأولى من القصف الروسي لداعش كانت الطائرات الروسية والتركية وجها لوجه. مصادر روسية تقول إن العملية ضد داعش ستستمر على الأقل أربعة أشهر. الغرب وتركيا يشكون من القصف الروسي لمجموعات يدعمونها وتحارب الأسد. الروس يقولون إنها تهدد وجودهم في سوريا. في هذا الوقت ومع تحليق الطائرات الروسية على الحدود التركية يتم التساؤل عن قواعد الاشتباك التي وضعتها تركيا. الغارات الروسية وضعت نهاية لقواعد الاشتباك. التحليق هو على الحدود وضمن المنطقة التي حددتها تركيا. روسيا تقصف المجموعات التي تدعمها تركيا. يعني أن روسيا تقصف السياسة التركية في سوريا. وفي النهاية نحن في مواجهة روسيا على حدودنا الجنوبية. أمريكا والأطلسي قد يكونون مسرورين من اشتباكنا مع روسيا. لذا نحن نحتاج لديبلوناسية أكثر دقة من أي وقت مضى. تهديدات أردوغان. من الواضح أن انتهاك الطائرات الروسية المجال الجوية التركي كان رسالة مفادها أن المجال الجوية السورية لنا. أما تهديد أردوغان بأن روسيا ستخسر أكثر من خسارة علاقتها مع تركيا. فيكفي التذكير بأن تركيا مرتبطة في مجال الطاقة بروسيا. 58% من الغاز الطبيعي و10% من النفط يأتي من روسيا. المعيار العالمي هو أن الارتباط بنسبة 35% ببلد آخر وخطر. أردوغان يهدد بإلغاء عقد تشهيد الروس مفاعلا نوويا بعشرين مليار دولار. لكن بوتين يعرف جيدا ضعف أردوغان وفشل لقاءة في بروكسل. يعرف بوتين جيدا الثنائي أردوغان داود أوغلو. قطع العلاقات مع موسكو يعني تضييق هامش المناورة لتركيا. سياسة تركيا من موسكو إلى بروكسل مفلسة ولا ترسو على موقف. زمان الصواريخ الروسية ترسم الحدود الجديدة. غيرت العمليات الجوية الروسية في سوريا التوازنات الميدانية. أعطت العمليات للنظام إمكانية استجماع نفسه ومدت بشجاعة كل من إيران وحزب الله. إيران أرسلت الآلاف من المقاتلين إلى سوريا. مصادر ربلماسية وصلت إليها زمان. قالت إن المعارضة السورية تتعيش وضعا نفسيا صعبا. يضاف إلى ذلك أن النظام يتحضر لعملية برية واسعة ضد المعارضة. لا سيما في الغاب وحمص ورسا وتلبيسا. وكل هذه المنطقة الريفية. المرحلة الثانية ستكون حتما تجاه إدلب والحدود التركية. ستنتج عن ذلك موجة هجرة جديدة إلى تركيا. لكن الخبراء يقولون أيضا إن الطائرات الروسية سترسم حدود الدولة الجديدة من اللاذقية إلى القنيطرة. سيد محمد الرسان لا بد من التطرق إلى الشأن الفلسطيني في نهاية هذه الحلقة. هل كان الموقف الأردني إزاء التصعيد الإسرائيلي الأخير؟ إزاء اقتحام المسجد الأقصى؟ إزاء حملة الاعتقالات الواسعة التي تقوم بها إسرائيل الآن في القدس؟ هل كان هذا الموقف بالمستوى المطلوب برأيك؟ ليس بالمستوى المطلوب لا على المستوى الشعبي ولا حتى على مستوى بعض المسؤولين. يجب أن يكون أنا أقول لك أننا بدنا موقف أردني قطع العلاقات مع هذا الكيان الصهيوري مع هذه ثكنة المرتزقة أو إلغاء المعاهدة. لا. اليمين الإسرائيلي واليمين الأمريكي وبعض اليمين العربي يرغب بأن يقدم الأردن على إلغاء المعاهدة. لكن الأردن لن يلغي هذه المعاهدة. لأنه برغم سلبياتها الكثيرة لها إيجابية بالمعنى الآخر. كل هذه الأزمة هذه الهبة الشعبية الفلسطينية في الضفة الغربية أنهت استراتيجية إدارة النزاع الذي ينتهجها الصهيوني بيبي نتنياهو عطلة. هذا أولا. اثنين. نريد من هذه الهبة الفلسطينية الشعبوية أن تتطور إلى مرحلة الانتفاضة المسلحة في الضفة الغربية وفي قطاع غزة وفي كل فلسطين المحتلة وفي الداخل الفلسطين المحتل الشمال الفلسطين المحتل بين قوسين إسرائيل على السلطة أن توقف التنسيق الأمني. القاتل لأي انتفاضة هو هذا التنسيق الأمني بين السلطة وبين هذا القيان الصهيوني. انظر أنت محمود عباس. محمود عباس معروف باعتداله أنه ضد الانتفاضة المسلحة ضد 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 ضد. ومع ذلك كافأه بن يميني تنياهو هذا السافل بن يميني تنياهو ماذا قال عن محمود عباس؟ قال عنه سفاح. إذا محمود عباس صاحب الانتفاضة السلمية وصاحب الرؤية والذي يدافع عن قداسة التنسيق الأمني مع هذا القيان الصهيوني لاعتبارات فلسطينية داخلية وهم شعب تحت الاحتلال يوصب بن يميني تنياهو بالسفاح. هذه الداعشية اليهودية الصغيونية نحن نريد هبة شعبية فلسطينية تتحول إلى مرحلة لكن أقول لك كيف بدأت هذه المشكلة؟ ربطها بالأحداث بالسورية. إسرائيل تنظر أن هذا ما يسمى بالربيع العربي هو ربيع لها. عليها أن تستغل الوقت لتفرز واقعا رئيسيا في المسجد الأقصى من تقسيم زماني وتقسيم مكاني. بالرغم أن الملك أعلن صراحة لا تقسيم مكاني ولا تقسيم مكاني وزماني ولا وجود لهؤلاء في المسجد الأقصى وكانت بداية الحراك في القدس كانت تناك مؤامرة إسرائيلية بتواطئ مع التيار المتأسرل بالسلطة الوطنية الفلسطينية لترتيب دور سعودي بعباءة تركية في المسجد الأقصى هذا نظرنا إليها نحن كسياسيين وحذرنا من توقيع الاتفاقية قبل ثلاث سنوات التي وقعها الملك ومحمود عباس بحضور الهباش الذي كان وزير أوقاف والآن مستشار لأبو مادل وبحضور وزير الأوقاف الأردني محمد نوح لقضاء قلنا هذا توريط توريط لنا بعمق نحن نرعى المقدسات أولاً قبل أن يكون هناك معاهدة بموجب الشرعية الدينية التي يتمتع بها النظام لدينا ثم جاءت المعاهدة ثم نأتي ونوقع هذه الاتفاقية بأي حق هناك دور هناك الاتفاقات حقيقة الاتفاقات الدولية فيما يتعلق بوضع المسجد الأقصى تحت الوصاية الأردنية هذا الأمر بحد ذاته ربما يفرض التزاماً أخلاقياً بالحد الأدنى على الحكومة الأردنية لم تكن بها المستوى المطلوبة على الأقل الرد أو الموقف الأردني الرسمي لم يكن بهذا المستوى على كل حال شكراً جزيلاً لك سيد حمد أحمد الروسان يجب أن يكون يا أخي يجب أن يكون الموقف الأردن أكثر أنا أعلم ذلك لكن أنا أقول لك كيف ينظر لها الأردن وكيف نظرنا نحن إلى المراقبين انتهى الوقت انتهى الوقت مع الأسف سيد محمد بتواطو فلسطيني لترتيب دور سعودي بعباءة تركيا شكراً جزيلاً لك سيد محمد أحمد الرسان عضو المكتب السياسي للحركة الشعبية الأردنية كنت معنا من العاصمة الأردنية عمان والشكر موصول لكم مشاهدين الكرام على طيب المتابعة إلى اللقاء اشتركوا في القناة